ماذا يكفن تبع الموجة ناديم في بيلك اللي في كل مرة جروب لاباس يجي والتونس تعملوا كمبليه ولا ليه الحمد لله شيف غير شيف غير كيفاش تفسر علاقة هذي بين لاباس والجمهور التونس يشناو الحاجة اللي تخلي محبة كيف مهكا موجودة الله يا اخوية ديجا المحبة ديجا المحبة أصلا بين تونس والجاير ديجا اله للهن الهي و ذهي أحدث في المحبة ديجا المحبة ويجب أن أضع بكث كيف موجودين مع محبة ديجا المحبة ديجا المحبة، وكيشان أقدي عملاً يوجد عملاً كمك بدأي نسأل أن هذه علامة في توصف إن كان هذا محبة جديا محبة ديجا المحبة ديجا المحبة لذلك لقد قمت بحاجة بعض الأشخاص لك لذلك أعتقد أن الناس يشعر بالك نديم قريباً من أكثر الأغاني التي نحبها معنا هذه الغنية بابو رلوح ما هي الحكايتها؟ ما هي الغنية هذه الغنية؟ بابو رلوح هذه الغنية كانت كل الأغنية ديونيسي والأغنية في البلاد كانت كل الأغنية لا أخرج بسطرة وما لا أخرج بسببها وفعلنا أخرج بسطرة الأغنية الآن سوف ترغبها لذلك نحن قاربت هذه الغنية لذلك كانت لقد أفضل في القناة ومن رأيك على أغنية وأكبر أخرج أنت توجد أخرج الغنية لقد أخرج بسطرة على طول مرة ترجمة نانسي قنقر